تعهدت المجموعة البرلمانية المشتركة لدعم الشعب الصحراوي في مقاطعة إكستري مادورا في إسبانيا بتكثيف الجهود من أجل ضمان تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ممثل جبهة البوليساريو في إكستري مادورا لحبيب بريكا ببرلمان المقاطعة مع المجموعة البرلمانية المشتركة وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما ما يتعلق بمزألة الصحراء الغربية يذكر أن المجموعة البرلمانية المشتركة شاركت في النسخة السابعة والاربعين لندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي عقدت بمدينة طوليتل الإسبانية يومي الفاتح وثاني ديسمبر الجاري